اشتركوا في القناة ومسلم عندنا إن لله حجتين ظاهرة اللي هم الأنبياء والأوصياء وباطنة وهو العقل ولكن كما أن هناك أدعياء كاذبين يدعون النبوة كذلك هناك أمور الإنسان يتصورها يتصورها من العقل وهي ليست من العقل هذه مشكلة يعني بعض الأحيان يجي واحد الذوق الشخصي يقول هذا العقل لا ذوقك هذا هذا مو العقل يعني تارة أنا سنمثل في هذا مثال بسيط جدا أنا لا أستسيغ طعاما ما يعجبني طعام الأذواق مختلفة هذا الطعام لا أحبه أقول العقل ضد هذا الطعام هذا الكلام مقبول مو مقبول لماذا؟ لأن العقل ليس ضد هذا الطعام ذوقي لا يتلاءم مع هذا الطعام في القضايا النظرية هكذا الإنسان أحيانا ذوقه لا ينسجم مع حكم من الأحكام حتى إذا ذلك الحكم هو حق بس الذوق لا يقبل ذلك الحكم يقول هذا الحكم خلاف العقل يخلط العقل بذوقه مثل المريض اللي دواء مر هذا الدواء المر حينما يأكله طبعا نفسه تتنفر من هذا الدواء لمرارته لكن يعلم أن هذا الدواء لأنه دواء لهذا المرض وأهل الخبرة اللي هو الطبيب وصف هذا الدواء هذا بصالحة يقول صحيح ذوقي لا يتلاءم مع هذا الدواء لمرارته لكن هذا الدواء هو الدواء زين بعض الأحيان بعض الأحكام لا تتلاءم مع ذوق الإنسان يعني أفرض مسلم أو مسلمة تعيش أو يعيش في بلد من بلدان الكفر النساء كلهن سافرات زين هاي المرأة عندما تلبس الحجاب تشعر بحالة نفسية أن المجتمع ينظر إليها نظر شزر ينظر إليها بعنوان مثلا في هذا الزمان يقولون أنه هذه متخلفة هذه كذا هذه إرهابية قد ذوقها لا ينسجم مع الحجاب تجد تقول أصلا الحجاب خلاف العقل أو مسلم مثلا في مجتمع يعيش في بيئة هذه البيئة مثلا يتعارف فيها مصافحة الرجال مع النساء زين إذا هذا يتصافح مع النساء هو شرعا لا يجوز من طرف آخر يقولون هذا خلاف اللياقة خلاف الآداب الاجتماعية خلاف مثلا احترام الآخر هذا تحقير للمرأة هذا كذا كذا من هذه الشعارات التي تطلق فهو يشعر بحالة من الحرج وخاصة إذا مدت امرأة يدها له لتصافحه أو مد رجلا أو مد رجل يده ليصافحها المسلمة زين هنا قد تشعر بنوع من الحرج من هذا الحكم وخلاف الذوق يقول هذا خلاف العقل كلا يا أخي أنت لا تجعل ذوقك مقياس العقل بين العقل وبين الذوق أكو عموم من وجه قد يكون الذوق يتلاءم مع العقل وقد يكون الذوق يتخالف مع العقل عد أنت لازم ترجح العقل ما ترجح الذوق المريض الذي يضره هذا الطعام اللذيذ صحيح هذا الطعام لذيذ لكن عقل يقول لا تاكل هذا الطعام لأنه مضر لك أهل الخبرة قالوا لك إنه مضر أو المريض الذي يريد يستعمل الدواء المر ذوقه يتنفر من هذا الدواء المر لكن عقله يقول له يقول له استعمل هذا الدواء لأن أهل الخبرة الأطباء وصفوا هذا الدواء لك وأحيانا العقل والذوق يتلاءمان الإنسان يأكل طعاما حلالا طيبا يلتذ بأكل ذلك الطعام وهو يحتاج إلى ذلك الطعام مثلا أفرض واحد جسمه يحتاج إلى نوعية خاصة من العناصر وصفوا لأنه كل الطعام الفلاني الذي يحب ذلك الطعام ويلتذ بأكله هنا عقل يقول له أكل هذا الطعام ونفسه أيضا تقول له أكل ذلك الطعام ويلتذ بذلك أحيانا هكذا لكن أحيانا كثيرة بين الذوق والعقل يوجد تباين فالإنسان لازم يحكم العقل مو يحكم الذوق ويضطي طلاء كأنه عقل كما تعارف الآن وفي زمان الأئمة كان متعارف يسمونه الرأي أو الاستحسان عنده رأي أو يستحسن شيئا بعدين يريد يحمل على الشرع يقول هذا يطابق العقل فإذا طابق العقل لازم هو يرجح ولازم من أول نصوص الشريعة نصوص الشريعة لا تخالف العقل نعم ذوقي قد يخالف العقل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة